استقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء خالد صديق وفدا أنجوليا ضم كل من وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا كارلوس ألبيرتو سانتو وسافير أنجولا لدى مصر نالسون كوزمي وعددا من المسؤولين الأنجوليين وبحث الاجتماع بين الطرفين أوجه التعاون وسبل تبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية المتكاملة وخلال الاجتماع أعرب وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا عن إعجابه بما تم من إنجازات في مجال تنمية الحضرية المتكاملة في مصر مشيرا إلى وجود تشابه كبير بين التحديات التي تواجه أنجولا ومصر